تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلبي أوروبا اللي تيجيكم مني أنا محمد عواد عبر قناة سلبي سبورتل أكتر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى عشان هيك بقلكم تشتركوا فيه من أول ما الواحد حول من دراسته وشغله اللي كان في مجال الهندسة عام 2008 إلى الإعلام ما عمره بتجي لحظات شكل الحمد للأمور ماشي تمام إلا ببعض المباريات اللي زي هيك مباراة جميلة كاملة شاملة مهارات جودة انضباط تكتيكي قتالية ومدربين كبار مميزين ويشتغلوا الصح وحارسين عظيمين فيك لحظات الواحد ما بيشك ليش دخل هذا المجال الواحد بيقول ليش دخلت هذا المجال وكان بإمكاني أقود أستمتع 90 دقيقة بدون ما أفكر لا أكتب ولا أشوف شو بيعمل هذا وشو بيعمل هذا بس استمتع وما تفكر أكتب بالتفاصيل مبارتين رائعات يعني الواحد بتمنى لو يخربطوا ويقولوا كمان مرة في نصف النهائي بين باريس سان جيرمان وباير مينيك مبارتين رائعات يتأهل فيها الفريق اللي كان أكثر فعلية في الذهاب باريس سان جيرمان الفريق اللي خلينا نحكي قدر يتحسن بشكل أفضل في الإياب لو تأهل بايرين كنا حنحكي تأهل مستحق لو تأهل باريس سان جيرمان وكمان حنحكي تأهل مستحق واللي حصل إنه تأهل باريس سان جيرمان هنحكي بتفاصيل هذا اللقاء متعدد للأفكار وإثناء مشاهدتكم هذا الفيديو بتتركوا لايك لو عجبكم الفيديو ولو ما عجبكم كمان تتركوا لايك لأنكم أصحابي التشكيل الأساسي كانت يقول الآتي المدربين راضيين عن سيناريو الذهاب فليك كان راضي عن تفوق اللي صار بعد التبديلات اللي صارت فشفنا برجع لوكا سرناندس خلب دفاع بيبدأ بديفز وبيضع علابة في الوسط وبالمقابل سان جيرمن ماركينيوس بتعوض بدانييلو اللي هو أصلا عوضه في المباراة في الذهاب وأيضا منشوف فيدياله بيبدأ رقم أداء اللي كان متردد في لقاء الذهاب لكن الثقة فيه أكبر من بيكر وباقي الأمور هي هي بس بريد يسيب يرجع تشكيل أساسية بعد غيابه اللي كان اضطراري في اللقاء السابق كتبت الصبح في تويتر وفيسبوك وإنستغرام وقل باريس سان جيرمن بيعرف كويس إنه لو كرر سيناريو أداء الذهاب حيطلع اليوم لأنه بحسبة الأهداف المتوقعة وهي طريقة احتمالات في كرة القدم بتقول لك أنت أوكي ممكن ضيعت عشر فرص بس كان بإمكانك تسجل خمس أهداف وبعض الأحيان هذه بتعطيك مؤشر إنك ممكن تجيب قولين بس بعليا لو عدت نفس الأداء بكرة ما تجيبش ولا قول فكانت مؤشر بقول إنه كان بإمكان بايران يفوز ثلاثة واحد أو ثلاثة اتنين في لقاء الذهاب فالتكرار هيكون معنا خروج سان جيرمن كان لابد سان جيرمن يتحسن وهذا اللي حصل وتحسن سان جيرمن روم خسرته اليوم مقارنة بالمباراة اللي فازها ثلاثة اتنين كبير كثير أهم شيء تحسن في سان جيرمن اليوم رفع نسبة استحواذه في المباراة في لقاء الذهاب كانت نسبة استحواذه تقارير 35% اليوم لقبل آخر ثلاث دقائق أربع دقائق من تسليم الكرة بنعرف هذا السيناريو آخر شيء لما تجي المباراة تخلص وانت ضهي لك هدفه في الأهل فبريس سان جيرمن اليوم وصل 46% يعني ارتفعت 11% عن لقاء الذهاب شي يعني ارتفعت 11%؟ ملهاش معنى كرقم لكن لها معنى كوقت يعني 46% الكرة معك يعني 46% بايرون مش قادر يهاجمك معناها بايرون حيركض أكثر خلف الكرة معناها فرصتك يتهدده أكثر تستنزفه ذهنيا أكثر فهذه هنا كانت فكرة الاستحواذ الأساسية اللي ارتفعت الشي الثاني اللي تحسن كثير في مريس سان جيرمن اليوم كمركز لعيبة الوسط صرنا نشوف الفريق بتحول اللي شكل بيشبه أربعة أربعة واحد واحد في الحالة الدفاعية صرنا نشوف إدريس وباريدس ودراكسلر ودي ماريا بوقفوا بالصريقة منظمة جدا منسقة مع خط الدفاع اللي عندهم بتمنع تمريرة طولية فكيمتش وألابة مش قادرين يوصلوا مولر وأيضا مواتين ونفس الشيعة اليسار الأظهر مش قادر تربط مع الأجنحة إلا إذا واحد منهم غامر أو واحد منهم متراجع هدا الشي معناها أنه بيخففوا ضغط بايرون على فرث الأخيرة عندهم هدا الشي معناه أنه الكرات اللي حتى يدخل صندوق باريس سان جيرمن أقل من اللي دخلت في لقاء الذهاب وهذا اللي شفناه جميعنا وفي شيء ثالث جميعنا شفناه تحسن في سان جيرمن بعد لقاء الذهاب لقاء الذهاب كانوا كارثيين بالصعود بالكرة اليوم كانوا أفضل عودة باريدس فرقت كثير اللاعب اللي كان عم بضع نفسه دائما كخيار تمرير اللاعب اللي كان دائما عم بيقرر متى الكرة تمشي للأمام واللاعب اللي كان عم بيوفر نفسه قريب من بعض اللاعبين اللي هو خايف عليهم ينضغطوا ويخسروا الكرة أيضا تمركز نيمار بالنسبة للصعود بالكرة تمركز ديماريا اليوم بالنسبة للصعود بالكرة تغير صار دائما نوفره نفسهم كخيار في آخر الثلث الثاني الصعود بالكرة تحسن كثير عند باريس سان جيرمن وهذا حول سلاح الضغط العالي عند بايرونيونيخ لسلاح عكسي ضغط عالي بايرونيخ اليوم ما كان بالحدة اللي متعودنا عليها مع هانزي فلك أقل شوي ونتيجة هذا الضغط كان عم بيطلع الفريق لكن اللي كان عم بيصير سان جيرمن بيهدى شوي فبيستفيد من معركة تبطيء اللعب وبنفس الوقت بيحافظ على كرته لأطول وقت وبقدر بالأخير يطلع في كثير مواقف هاد الشي حول سلاح الضغط العالي تاع بايرون لشيء يستنزف وقته يعني كأنه سلاح عكسي في لقاء اليوم ما بتقدر تلوم فلك كثير عم جريات اللقاء بعد واحد سفر لو تشوف تشكيلته الاحتياطية بتعرف انه ما كان عنده خيارات لعبين بلا خبرة وحتى يعني هو لما استخدم جمال استخدمه من باب انه لازم يحاول يعمل شيء لانه ما عنده شيء في لعبين قادر يحطهم في أرض الملعب ويكون واثق انه ما حكونوا متوترين في حين تشكيل السان جيرمن الاحتياطية اليوم كانت ممتازة فيها لعبين خبرة فيها هيريرا فيها فيراتي فيها سرابيا فيها كين فيها كثير اسماء يعني راح انسى شوية اسماء فيها لعبين خبرة تقدر تستحملهم لما يلزموك ففارق الخبرة في الدكة فارق الجودة في الدكة بوكتينو كان مدركه فبالتالي كان مدرك تماما انه لازم يحط كل جهده البدني كل سرعته بالساعة الاولى لازم يمشي الساعة الاولى بامان وعرف انه لو وصل لمرحلة الاستنزاف البدني بايرن هيصير فيه زي ما صار باخر خمس او ست دقائق اللي هي كرات مرتدة واهداف بالجملة عن بضيحها باريس سان جيرمان واكيد شفنا رغبة صريحة من سان جيرمان يخلي الرتم بطيء ببساطة السبب بسيط بايرن في الرتم السريع هاي منطقة راحته بايرن في الرتم السريع المنطقة اللي بيخليك ترتكب فيها خطأ في الدفاع تغفل عن لاعب تغفل عن لاعب فاساس انك تطلع جزء كبير من مخالب بايرن الهجومية انك تبطء اللعب هذا شيء اساسي فهون باريس سان جيرمان دخل متعلم من لقاء الذهاب قال لك مستحيل اكرر لقاء الذهاب وانجو مرة ثانية هنا فاس مش هيصد عشرين جول مرة ثانية لازم اعمل شيء مختلف خفف الرتم باكثر من طريقه خفف وكسر اول شيء خففوا مع الكرة دائما نقلة الكرة أبطأ الصعود بالكرة أهدا اللعيبي بوقفوا على الكرة اكثر كنت تشوفوا نيمار امبابي بوقفوا على الكرة اكثر بحاولوا يخلوا الرتم بطيء هذا الجزء الاول الواضح جزء الثاني خففوا وكسروا بكثرة الاصابة الفولات اللي كان عم بيخدها المراوغات يعني شفنا ببعض المواقف امبابي بيكون قدامه ثلاثة من بايرن وعرف حلو ما رح يمر فبرح ماخذها وداخل فيهم يلا اضربوني واللي يصير يصير وبياخد فول فبنهاية هذا الفول بيكسب وقته بيشتري وقت وشفنا حتى في اصابة لدي مارية في شطر اول فكرناها كنا رباط صليبي نزل بركض بسرعة ما شاء الله عنه بعديها ومن اول لمسة يروح ما يصنع قول كان فيه رغبة بانه الرتم هذا يظل يوقف ويسرع ووقف ويسرع لانه بايرن بكتسب سرعته خلال مجريات اللقاء لما توقفه عم تقتل هذا الرتم نجاح كبير لسان جيرمن انه بالتسعين دقيقة كان ناجح في هذا السلاح واخرج بايرن من منطقة اهم اسلحته بايرن اليوم لو شفته بشرط الاول صحيح تقدم بس اخطر هجمي له فعليا كانت لما افتك كرة وارتد فورن يعني ارتداد في جومي بشكل عكسي هذي الهجم الاخطر اللي له كانت وهذا الشي فعليا اللي بايرن افتقده اليوم بايرن افتقد كتير فكرة انه يفوز بمواجهات واحد لواحد يفوز بالافتكاك لانه وحن محكي بالمهارة الفردية تخيلوا سان جيرمن في الرقاء الذهاب راوغ ثمن مراوغات صحيحة بس اليوم بالساعة الاولى بس راوغ 16 ضعف مباراة كاملة بساعة هذي بوريج ديش بايرن كان عم بيعاني في مسألة انه يسترد الكرة لما يضغط ضغف عالي بايرن اليوم كان عنده مشكل كبير بافتكاك الكرة وهذه المشكلة اعتقد هي اكثر شائف لك حيلوم اللعيب عليها اليوم لانه فيها ومنها خلق التوتر خلقة الفرص اللي تقلق فيها نوير خلقة العوارض وكل هذا الشي هنا كانت النقطة وحتى لانه بسببها بايرن ما قدر يخلق كمية الفرص المعتادة وبقدر احكي اليوم انه باريس تحسن بكل شيء عن لقاء الذهب بكل شيء حتى بالكرات الهوائية وبالكرة الثانية وبالاستحوال زي ما حكيت وبالتحكم بالرتم وبالجرأة بالذهاب الى المرمى والارتداد الافضل الا بشيء واحد بالفاعلية تراجع 500 درجة لوارق لانه اليوم باريس خلق اكثر بكثير فرص من لقاء الذهب يعني ما بتدرت لوم حتى اللعيب ببعض المواقف لانه مثلا نيمار عملي عليه بالتزديدات ما ايجت بس اليوم الفاعلية كانت ضعيفة ربما هذا الفرق بين نيمار وامبابي نعم امبابي كان عم بتحرق ويفتح المساحة بشان نيمار يدخل فيها هذا الفرق بين نيمار وامبابي امام المرمى ربما مهارت نيمار حنكت ومكر نيمار اعلى هذا اكيد لكن امام المرمى شفنا التسلل اللي التغل امبابي وشفنا دوره في امام المرمى هذا الفارق لكن باريس ان جيرمان كله اليوم كان عم بتصرف بشكل خاطئ عند الصندوق هذه الفعلية افتقرها اليوم ولو كانت معه لربع من مباراة انتهت بنصف ساعة بايرن اول نصف ساعة ما ايجاش طبعا زي ما شفنا لكن بعدين اتحسن تحسن لسببين اول سبب فيهم انه فعليا تشجع الابا يقدم اكثر طلب من الابا يدخل اكثر وتشجع بافارد يقدم اكثر زي ديفيز ديفيز اليوم عليهم مستوى التساؤلات دفاعيا وهجوميا لكن بافارد ايضا اتشجع صورا نشوفه بعض المواقف بتخيله بعمق قدر بايرن يربط بعض اللاعبين ببعض قدر ثاني يلقى لاعب قريب منه ثاني اللي بيعاني جدا من حيث المستوى لكن لما لقي واحد بيسانده كان عم بتحسن بشكل افضل خير نحكي نصف ساعة بايرن ضيحها لانه كان عم بيفكر اكثر بنيمارو امبابي ويتفاجأ انه هيك نوعي من اللاعبين لما انت تخاف منهم هم بيأذوك اكثر بس رجع عمل ردة فعل اتقدم بالشوط الاول صحيح ما كان يستحق التقدم بالشوط الاول بالمنطق يعني لكنه عمل شي صار بشبه لقاء الذهاب اللي عمله سان جيرمان فيه ما كان الافضل لكنه تقدم وخلوني اوقف مع موتينج اللي سجل الهدف اللي انا بدي اسرح عليكم سؤال فعليا بعض الاحيان انت بتحتار يعني لاعب جودتم شايفينها محدودة وعدم موجود لفاندوبيسكي ضرب كثير افكار هجومية لبايرن منوك هذا بشكل صريح بس خلي حيب زي هيك يعني ممكن ما يعمل لك شي بس خليب جيب لك جول في المباراة جيب لك جول في الذهاب جيب لك جول في الياب خليك دائما تتساءل انه طب في لعب يجيب يجيب يجولس ما عندها الجودة هل هذا اللي بدك يجيب كورتر قدم هل هذا اللي بدك يجيب فريقك ولا بدك لاعب ممكن يكون جودته عالية بس كل اربع مباراة يجيب لك جول ما بعرف فين هاد السؤال انا بترحه عليكم خلال الحلقة هنكمل طبعا وما اني خليني مع بايرني شوي انا اعتقد ما زلت حتى الان انه غياب جنابري كان مؤثر بقدر غياب ليباندوفسكي مع ثاني المتردد ثاني اللي اليوم تحسن شوي في شرطان اللي ملعب بباكير طبعا لكن مش ثاني مش ثاني اللي بنعرفه مش ثاني اللي امام المرمى بيحسن مش ثاني الكثيف اللي رايح جايه اكتر وسرعة وضغطه ويخلق فوضى لا جنابري مكان غيابه ما بقل ابدا خطورة عن غياب ليباندوفسكي غياب ليباندوفسكي زي ما حكيت في افكار كثير هجومية بتطبقها بايرين قائمة على الارتكاز على ليبا ما عادت تزبط بوجود موتينج ويأخذ بسان جيرمالي اليوم شغلة مهمة وهي مرة ثانية وثالثة صارت في هذا الموسم الفريق ذهنيا في اوروبا صار اقوى يعني فريق عم بضغط 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 ويجي هدف عكس اتجاه اللعب هذه حالة خطيرة رجع في شغل ثاني مركز بلعب تمام ما فيش مشاكل امن بافكاره حتى زاد من حدة وقفته على الكرة راح على المرمى اكتر مرة لا تحسن مع برشلونة بعد الهدف والفوضى تحت شغل اول شغل ثاني تحسن في الاياب ايضا ففي تحسن ذهني عند بريسا الجيرمال في الناحية الاوروبية بخليني اقول انه لازم يعني الناس تفهم انه محد الجودة ومحد الجماعية ومحد الرغبة التضحية والانضباط الكبير لكل اللاعبين بيقدر تقول انه يعني بريس مش بكثير بعيد عن حلم المنشود دوري ابطال اوروبا واليوم عكس لقاء الذهاب ديالو كان عم بلعب بشكل كويس كان عم بحيد ثاني بشكل ممتاز عم بقرأ بعض الهجمات بيغطي كويس حلال قلب الدفاع بس طبعا اصيب ودخل باكير وهون انا يعني اعتقد لي الحق قلوم بايرا عشار لانه كان لازم تنقل كثافة لجهة باكير اكتر في اللعب ضليت مركز على الياسار كان لازم انقلت على اليمين لانه في اكثر مواقف ثاني راح فيه مرق منه ربما لو وضع ضغط اكثر ربما لو طلبت من كيمتش يقدم اكثر على تلك الجهة لربما كان جاي لك الهاتف الثاني ما بعرف شو اللي منعف لك يجرب هذه التجربة هل هو خايف يغامر بهذا الشكل ولا لا بس ما كان في مجال انك تخسر شي لانه بدك هدف وطبعا الدك اللي اتكلمت عنها في بداية المباراة ظهر تأثيرها خلال اللقاء لما تنزل كيل مكان دراكسلر ديم كيم صار عنده لعب انه تجربة يوبنتوس دورة انجليزية ايضا يوم نتكلم الان مع سان جيرمن لعب يعني شخصيته اقوى المستعد الضحي ايضا تبديل هيريرا باديمارية توقيته ممتاز بكتينه مرة اخرى حتى مع باريتشا شارونا اثبت هذا واليوم بعرف وانت يبدل وبعرف كيف يبدل وبعرف كيف يقتل اللقاء لما بده يبدل رغم خسارة باير النولير لازم الواحد ينتبه لانه اليوم ماليون نوير ذكرنا بشيء مهم جدا ذكرنا انه احنا ظلمناه بموسم السوداسي لانه كان جزء اساسي منها وبطريقها بكتير مواقف كان بايرن ربما ذهب للخسارة لولا نوير اليوم نوير مرة ثانية كان بايرن ذهب ربما للخسارة بنتيجة في الشوطر اول لكن نوير خلى بايرن لاخر لحظة خلى بايرن لاخر لحظة بده هدفه يتأهل وهذا قيمة حارس مثل نوير نوير بلا نقاش ربما بالذهاب خصية لما يكون نوير ما فيه مثله في كرة القدم بيقدر غيرت تجاه لعب بيقدر بيقدر يلعب شوف الليبرو الدور اللعبه ثلاث اربع مرات مش اي حارس بيقدر يلعبه نوير حارس من طينة خاصة جدا ورغم ذلك خرج اليوم لانه لعب ضد فريق عنده فرديات عالية وجماعية ممتازة واذا دمشت الاثنين بصير صعب يخسر باريسان جرمن فاز والاهل بايرن الان لازم يحل المشكلة تفلكه وادارته الرياضية لانه فعلا واضح هنا مأثري شوي على روح الفريق بنوصر نهاية حلقة سيربي اوروبا اللي بتجيكم مني انا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر وانستغرام وضروري جدا نتابع سيربي سبورت على اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله